موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى لقائنا هذا من برنامج يسألون كعن الإنسان والحياة معكم على الهواء مباشرة على أرقام الهاتف 0153-804 853-805 و 853-806 وأيضا معكم رقم الواتساب 764-94-1919 لترسلوا عليه أسئلتكم نصية وليجيب عليها اليوم سماحة الشيخ زهير قوسان أهلا بكم مولانا سباحكم الله أهلا بكم أهلا بكم سباحكم الله الخير سباحكم الله الخير والعافية مولانا نيابد يسأل عن معنى قوله عز وجل واستعينوا بصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد يواجه الكثير من الضغوطات والتحديات والمشاكل التي يمكن أن تعيق حركته في هذه الحياة مما يدفعه في بعض الحالات إلى أن يعيش حالة من اليأس والضجر والتململ والتذمر وذلك نلاحظ أن كثير من الناس الذين لا تربطهم أي علاقة بالله سبحانه وتعالى علاقة روحية علاقة تربوية علاقة إيمانية أمام بعض الضغوطات أمام بعض التحديات قد يفقدون السيطرة على أنفسهم وعلى سلوكهم وعلى تصرفاتهم ويقعون في الحرام وفي بعض الأحيان يصل بهم الأمر إلى حد إنهاء حياتهم بالانتحار نعم وهذا ما نلاحظه في حياتنا في كثير من الحالات التي تواجهنا وتواجه الكثيرين من من حولنا ونرى ما هو أثر هذه التحديات وما هو تأثير هذه التحديات على البعض فالله سبحانه وتعالى أراد لهذا الإنسان أن يدخل ميدان الحياة ويواجه كل هذه الضغوطات بسلاح الإيمان نعم بسلاح التقوى وحتى يتعزز هذا السلاح سلاح الإيمان والتقوى في نفس الإنسان لا بد من أمور ما يمارسها ولذلك عندما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن العبادة بشكل مطلق في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوا فتحدث عن العبادة بشكل مطلق بغض النظر عن هذه المفردة العبادية أو تلك المفردة العبادية كالصلاة أو الصيام أو الحج أو ما إلى ذلك مطلق العبادة وهي الانقياد في خط الطاعة والاستقامة على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى هو العبادة نعم فهذا الاستقرار هذه الاستقامة في خط الطاعة والاستمرار في النهج الذي رسمه الله عز وجل يورث الإنسان هذه الحالة من الإيمان والتقوى التي تمكنه من أن يواجه الضغوط الحياتية والتحديات الحياتية فلذلك الله يقول لنا أيها الناس إن واجهتكم هذه المتاعب إن واجهتكم هذه المآسي هذه المصائب هذه الويلات هذه التحديات فاستعينوا عليها بالصبر فملكة الصبر من أهم العناصر ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى مستوى عال من الصبر يمكنه من مواجهة كل أعباء الحياة ما لم يكن قد ارتبط وربط نفسه واقعه ومصيره ومستقبله بالله سبحانه وتعالى نعم وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى فعندما يربط الإنسان نفسه بالله ويفوض أمره لله فحينئذ يعلم بأن كل ما يحصل له وما يجري عليه من شدة وضغط وآلام ومتاعب هو بعين الله فيصبر مضافا إلى ذلك أن يستعين بجملة العبادات والفرائض التي كتبها الله تعالى علينا بأن يصلي لله وهنا عندما ذكر الصلاة لا أتصور أنها على سبيل الحصر استعين بالصبر والصلاة فقط وأنما ذكر الصلاة كنموذج من نماذج العبادة لله سبحانه وتعالى أنت تعبد الله في صلاتك فعندما تصبر على هذه العبادة وعندما تصبر على هذه الطاعة وتؤديها وتؤديها بحقها وبكل معانيها عندما تصبر على الصيام وتؤدي فريضة الصيام وتتحمل ما تتحمله من مشاق الجوع والعطش والمعاناة التي يمكن أن تعانيها أثناء تأدية فريضة الصيام أو تأدية فريضة الحج على ما فيها من متاعب ومشاق وإنفاق وما إلى ذلك فالإنسان عندما يعيش هذا الجو العبادي بما له من دلالات روحية دلالات نفسية دلالات فكرية تتعزز عنده حالة الإيمان والتقوى وبالتالي يصبح مسلحا بسلاح قوي يمكنه من مواجهة كل هذه الضغوطات التي يمكن أن يواجهها في حياته الدنيا ويصبر على كل مآسي الدنيا ومن هنا قال لنا الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالإنسان عندما يرتبط بربه ويعلم أن مبدأه من الله ومنتهاه إلى الله وهو ما بين المبدأ والمنتهى في عين الله ورعاية الله ويسير في ضمن المنهاج الذي رسمه له الله إذا لا يمكن لهذا الإنسان أن يسقط أمام هذه التحديات وأمام هذه الضغوط بل يتحمل ويصبر وهذا السلوك هو سلوك قد يكون ثقيلا وقد يشكل عبءا للإنسان الذي لم يكن قد بنى علاقة سليمة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك قال في ختام الآية وإنها لكبيرة أي ثقيلة متعبة تشكل عبء حتى لو كانت مثل صلاة الصبح اللي هي ركعتين ولكن مع ذلك قد يعتبرها البعض عبءا وثقلا لماذا؟ لأنه لم يعش الخضوعة والخشوعة لله سبحانه وتعالى ولعظمته ولجلاله وجبروته أما الذي عاش هذا المعنى عاش هذا الخضوع هذا الخشوع لله فمهما توالت عليه الهموم والمتاعب والصعاب يبقى في وجهها كالجبل شامخا ثابتا صلبا لا تزعزعه ولا تهزه كل هذه الضغوطات نعم إذن سمعت شيخي أن أول شيء الصبر هو عبارة عن ملكة على الإنسان أن يتعود على الصبر فلا يأتي الصبر مباشرة بعد مواجهة الصعاب مكابدة إذن مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة يصبح لديه ملكة الصبر كمن تعود الإنسان على مسك نفسه أمام الشهوات طبعا ما هو الصبر صبر عن المعصية صبر على الطاعة وصبر عند المصيبة والبلاء من لا صبر له لا إيمان له الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعني قد يتساءل الإنسان أنه ما علاقة الصبر بالصلاة حتى ربطت مع بعض يعني أول شيء الصبر إذا فسرنا الصبر بالصوم صارت علاءة واضحة صوم وصلاة وثم الصلاة هي العبادة بالآخر العبادة على أطلاق نحملها على الدعاء مثلا الصلاة وعبادة صحيح إذن صبر ثم عبادة لله عز وجل إذا لم يكن هناك صبر لا تتحقق العبادة يعني الآن أنت إذا بدك تصوم وما عندك صبر على الجوع والعطش كيف بدك تصوم؟ ما بتقدر تصوم ما بتتحمل إنه ما بتتحمل الجوع ما بتحمل العطش فتسقط مجرد إنه بتتحرك عندك هذه الغريزة حب الطعام بتشعر بشيء من الجوع بدك تروح دغري بتتناول المفطر وما بتتحمل تصبر لآخر النهار خصوصي إذا كان الصوم لساعات طويلة وفي أجواء صعبة كأيام الصيف الحار الملتهب فكيف يصبر هذا النهار؟ يعني يتلوى أحيانا من العطش الجوع والعطش والتعب كذا وهو صابر احتسابا عند الله عز وجل بريضة الحج فيها كثير من المشاق البدنية وأيضا فيها الإنفاق المالي فإذا لم يصبر الإنسان ويتمكن ويتحمل هذه المشقة هذا التدافع أثناء عملية الطواف تعب المشي أثناء الانتقال من مكان إلى مكان نعم ما بده يتحمل وما بده يصبر أصلا لا يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة حتى الصلاة الواحد لما ما بده يتحمل أصلا يقوم يتوضى ويركع ويسجد أصلا ما بيصلي مسألة الإنفاق وإخراج الحقوق الشرعية من ماله إذا الإنسان لا يصبر على ذهاب ماله لا يمكن أن يؤدي الحقوق صحيح أخصوصا ما بيكون والله مكابد لحتى مجمع هذه الأموال يعني مرة واحد عم يشتغل أشغال شاقة لحتى يجمع مبلغ من المال بتجي أنت آخر السنة بتقول له أنت بيطلع عليك خمس بيطلع عليك زكاة بيطلع عليك صدقات بيطلع عليك فدية بيطلع عليك كفارة أنه أنا كل السنة عم بيشتغل بالشوب وبالبرد وبالليل وبالنهار وعبعاني وبواجه وشان تجهوا بالآخرة تقولوا لي ها تعطينا 20% من أموالك أو 5% أو 2.5% أو أكثر أو أقل فهذا إذا ما عنده صبر ما ممكن يدفع فلس أكيد لابد من الصبر حتى يستطيع الإنسان أن يثابر في خط طاعة الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا ما لم يكن هناك معرف بالله ومصالح بينه وبين الله التي تتحول إلى حالة من الخضوع والخشوع والانقياد لأوامر الله لا يمكن للإنسان أن يمارس هذه الأمور بل يشعر بأنها عبء فقيل على ظهره ولا يستطيع أن يعيش روحانيتها نعم يسأل عن موضوع الحقوق حقوق الأهل وحقوق الأبناء يعني إذا كان للأهل حقوق للأبوين حقوق على الإبن فما هي حقوق الإبن على الوالدين يعني مثلا عم يقول أنه لو كان الأبوين تجاوزوا حدودهم كلاميا مع الأولاد أو لم يستوعبوا أولادهم بخصوص الأخطاء إلا إرادية التي يرتكبها الأولاد مع آبائهم فبهالحال هيدي شيخنا أديه المفروض يكون الأبوين واسعين حتى يتحملوا الأولاد أو لا ما إلهم يعني الأولاد حقوق عند الوالدين لا طبعا ما في إنسان يعيش مع إنسان آخر في علاقة معينة أي أن كان نوع هذه العلاقة إلا وهناك نوع من الحقوق المتبادلة بين الطرفين نعم لكل منهما على الآخر حقوق وعليه واجبات تجاه الآخر يعني الوالدان الأم والأب لهما على أولادهما جملة من الحقوق وعليهما لأولادهما جملة من الواجبات في يعني لا يوجد أحد له على الآخر وليس عليه شيء فقط إذا نظرنا إلى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى نعم نعم لله علينا حقوق وليس لنا على الله شيء ومع ذلك الله جعل على نفسه للإنسان بعض الحقوق نعم أما بين سائر البشر سواء المعصوم مع بقية الأمة للمعصوم على الأمة حقوق وللأمة على المعصوم حقوق ما في حدا فوق هذا القانون نعم وأنا أتعمل أن نجيب المعصوم حتى ما حدا يقول أب وأم وأخ رأس الهرام يعني البشر دون الله نعم أرفع وأرقى درجة ورتبة من المعصوم نعم وهذا ما أكده علي عليه السلام في كثير من كلماته عندما يقول أن العلاقة بين الإنسان مع الإنسان الآخر أيًا كانت رتبته مبنية على أساس الحقوق المتبادلة والواجبات المتبادلة نعم فإذا صح للآبوين حق على أولادهما وهو أن يحصنا إليهما وأن يحترماهما وأن يتوددان يتودد الولد إلى أبيه ويحترمه ويجله ويكرمه ويعظمه لكن هذا لا يعني أن ليس على الأبي شيء اتجاه الولد إذا كان على الإنسان أن يتأدب مع أهله فكذلك على الأب أن يكون مؤدبا إذا ما فيه هنا الأبي هنا أبدا مش مسموح مش مسموح وخصوصا إذا لا موجب يعني مرة يوجه له بعض العبارات القاسية من باب التأذيب من باب التنبيه من باب العقوبة على بعض الذنوب التي ارتكبها ليخرجه من هذا الذنب ليخرجه من هذه الخطيئة فهذا مما تقتضيه وسائل التربية والتأذيب فهذا لا إشكال فيه وطبعا ضمن أيضا ضوابط شرعية وضوابط أخلاقية محددة مش على كيف وكيف مبده نعم حتى لو اضطر الأمر إلى أن يضرب الأب ولده في مقام التأذيب مش مسموح يضربه كيف مكان ويتجاوز في الضرب حتى يكسر أو يجرح أو ما إلى ذلك فيه قدود وضوابط لو تجاوز هناك دية لو تجاوز الإبن حدوده مع الأب أو مع الأم نفس الشيء أدي سمع الشيء خواني حق الإبن له حق أن يعفو عنه الأب مثلا مسألة العفو الله سبحانه وتعالى حبب إلينا العفو والصفح في كل علاقاتنا أيا كانت المسألة والمشاكل سواء كانت بين أفراد الأسرة بين الأولاد والأب والأم أو بين أي إنسان إذا أحد الأشخاص أخطأ مع شخص آخر ففي حال الخطأ من حق المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وأن يأخذ حقه ممن اعتدى عليه وأن يرد العدوان بمثله وله أن يعفو وندب الله تعالى إلينا العفو والصفح حبب إلينا العفو والصفح يعني صحيح أعطانا حق الاقتصاص حق المؤاخذة حق المعاقبة فيما لو اعتدي علينا فيما لو أخطئ في حقنا لنا أن ننتصر لأنفسنا ممن ظلمنا ممن اعتدى علينا أي كان موقعه وحبب إلينا أن نعفو ونصفح وهذا ما في فرق في العلاقة بين الأولاد والآباء أو بين مطلق إنسان مع إنسان آخر وإن كانت تتأكد هذه المساء الوادي الروحية داخل العلاقة الأسرية نعم يعني مطلوبة أكتر من غيرها يعني مطلوب الأب أنه ينظر بعين الرأفة والرحمة لأولادي حتى لو تجاوزوا وأخطأوا ويستوعبهم ويحاول أن يستفيد من حالة الصفح هذا ليرفع من شأنهم ومن هنا الله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم باعتبار كان يمثل موقع الأبوة للأمة كان يمثل موقع الأبوة للأمة فكان رؤوف رحيم بهؤلاء وكذلك الأب النسب عليه أن يتأسى بالأب المعنوي بالأب الرسالي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكما كان النبي صلى الله عليه وآله رؤوفا رحيما بأمته كذلك على الأب والأم أن يكون رؤوفا رحيما بأولاده لكن هذا لا يعني أنه والله الأولاد يتجاوزوا ويتوقعوا أنه الأب في كل مرة يترقف ويرحم لأنه النبي كمان لما كانت تتكرر التجاوزات كان يضطر إلى أن يعاقب يضطر إلى أن يقيم الحدود يضطر إلى أن يحارب نعم اسمح لي سمحت شيخ بإتصال ونعود فضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم مولينا مهلا وسهلا خديق حج حسين الله يفزك شاء الله الحمد لله مولينا إذا ما نروح نحنا على الدكان ما نشتري لبنة بيبعونا لبنة مع العلبة اي يعني صحيح يعني عببعونا البلاستيك بيوزن بيوزن العلبة ايه اي نعم هذا بيوز هدا يعني اشوف ما في بعد عندك شي سؤال تاني كمان البتنجين هدا المكدوس بدي بيعك السبت صحيح اي شي خضرة هلا الفراز التوت ما بعرف شو كله حاطينه مثلا بعبو صغير بلاستيك او كرطون او او عم بقدم لك ايه متل ما هو بيوزن لك هاي العلبي حقه كذا هاي حتى هدلا اي خضروات الفول كذا بيعطيك ايهم بس بال علبتهم السحارة او بيوزن لك ايه بيوزن لك ايه بيزينة متل ما هي نعم بيزينة الخضرة مع الافص مع السندوق مع كل شي صحيح ايه فيك تابعنا لكن وتسمع الايجابة اهلا وسهلا فيك ماشا اهلا وسهلا فيك طيب لبني مع العلبيس شيخنا او شكل عام او اي شكل عام كل انواع المعلبات كل انواع الاشياء اللي عبتم باع مع العبوة نعم يعني هلا مرة بتفوت انت لعندي على الخضرة نصلا بتشوف عنده شوية باندورة شوية بتنجان اي نوع من انواع الخضرة الفواكه محطوطين بقفص مرة بيقل لك كادا بالسندوق هاك بيعك يا الكيلو بكذا وبيجي بيحمل السندوق متل ما هي بزينها فعم بزين البلاستيك او الخشب او هيدا الفلين كله مع بعضه مع الخضرة او الفواكه اللي بيقلبها نعم ومرة بيقلك لا اذا بدك فلت فرض بقيملك كيلو اثنان ثلاثة حقهم كذا فهون عم بيوضح لك هو فهون صح لما وزن مع العلبة هو ما اعطاك مثلا البندورة خمس كيلو بندورة هي طلعت وزنه خمس كيلو بس هو ما اعطاك خمس كيلو بندورة اعطاك لنفترض اربعة كيلو كرتونة بندورة اربعة كيلو ونص بندورة ونص كيلو لنفترض وزن السندوقة بس هو قال لك من الاول انه هايزا بدك تاخدها متل ما هي بالسندوقة بحسب عليك الكيلو بكذا فلما عم بيقول لك بحسب عليك الكيلو بكذا يعني واضح انه عم يبيع جملة في هذا يعني العبوة مأخوذة بعين الاعتبار في ضمن الوزن صحيح فهم ما عم بيغشك ما عم يخدعك ما عم بيغشك وما عم يخدعك وانت اقدمت على هذا العمل بيرضاك فما في مشكل نعم وفي بعض الناس ونفس الشي اللبنة ومعلبات كلها كله كله اللي محطوطه بعلب وبيعبوي وكذا بيقول لك انا عم بيعك هاي العبوي نعم لأنه هلأ فيه رفعون فيه لطيفة تذكر انه مرة احد الاشخاص دخل لعند بقال فطلب منه شيء هلأ جاب عبالوا يهنوا بكيس وحطونا على الميزان فطلع شاف انه فيه على الميزان كيس ورق فارغ استغرب انه كل ما حدا يجي بده شيء حطوه الوغراض بالكيس وحطونا على الميزان وفيه ايضا كيس فارغ على الميزان فاجاب يسأله قالوا ليش هذا الكيس الفارغ يعني انت عب تحطه على الميزان قالوا لاني انا انت عب تطلب مني كيلو بندورة مثلا انا بحطلك الكيلو بالبندورة بالكيس فازا بديزينهم مع الكيس ما رح يطلعوا كيلو صافيين رح يطلعوا كيلو إلا فعم يحط الكيس مقابل الكيس فانا بحطلك الكيس مقابل الكيس وعم حطلك كيلو لحتى تكون ابدا ماخد حقك مية بالكيس هذا فائق الضمير فهذا جدا ماشي فمرة انت عب تتعاطى وتشتري بهالطريقة فلازم يتعامل معك بهالطريقة ومرة عم بيقول لك انا ببيعك هاي العب ومتل ما هي بزينها هي واللي بقلبها قد تطلع بتعطيني حق الكيلو كذا مدام انت قبلت من البداية نعم ما في مشكلة طيب عم يقول شيخنا ما معنى الحديث الذي يقول الشيخ في اهله كالنبي في امته في شيء هالحديث يعني معروف هلأ بغض النظر عن صدوره أو عدم صدوره يعني هون مقصود بالشيخ يعني اذا كان مقصوده عالم الدين عالم الدين ولا كبير السن هلأ ممكن الشيخ في اهله كالنبي في امته ممكن تحمل على عالم الدين نعم ممكن تحمل على الشيخ أي كبير السن الحكيم العاقل الرزين نعم في اهله وفي مجتمعه كالنبي في امته يا كيف ان النبي كان يرشد ويوجه ويحرص على ادارة امور الامة كذلك هذا كبير السن الواعي الحكيم الرزين لابد ان يكون حريص على امته حريص على عائلته حريص على اسرته وذلك الامثال الدرجة والمصاحات الدرجة بيقول لك اللي ما قاله كبير يشتري كبير نعم شو يعني اللي ما قاله كبير يشتري كبير مش الشغلين احنا والله بدنا نكدس كبار سنه عجزة وناس صابتهم الشيخوخة لا المقصود اللي ما قاله كبير يشتري كبير يعني اللي ما عنده واعي اللي ما عنده راشد اللي ما عنده حكيم يشتري له حكيم خليه يدر له اموره ويساعده لما بيواجه بعض المشكلات فمن هون نفهم أنه هذا الكبير بمثابة النبي كيف أن النبي كان يرعى الأمة بأن يقدم لها التوجيهات يقدم لها الإرشاد يقدم لها النصح ويحل المشكلات فيما بين أفراد الأمة كذلك الكبير الواعي الناضج الحكيم الراشد يتصرف في أهله وعائلته وقبيلته وعشيرته بهذه الطريقة تقول أختي في كندا طلقت من قبل الشيخ ولكن بقي الزوج والزوجة في نفس البيت لأن عقد الإيجار هو مع الزوجها ولا يستطيع أن يستأجر لوحده بالنسبة لأسعار الإيجار والشيخ أجاز له البقاء بنفس البيت فهل ذلك صحيح أم لا؟ يعني هلأ هون في مسألة مدام أن كل منهما يستطيع أن يراعي الأحكام الشرعية والضوابط الشرعية فمن حيث المبدأ إذا البيت هو مشترة لهم بس هي منعزلة عن هذا الرجل وفيما لو التقت به تلتقي ضمن الضوابط الشرعية وضمن الحدود الشرعية ولا يحصل أي تجاوز على الأمور الشرعية فلا إشكال لا إشكال بذلك يعني طبعا مع شرط الالتزام بالضوابط الشرعية للعلاقة بين رجل وامرأة أجنبيين يعني بالنهاية هم أجنبيان عن بعضهما بدون يراعوا هذه المسألة بدون يتصنع طبيعة الأحكام التي تحكم علاقة الأجنبي بالأجنبية نعم حتى لو ما رأيت مدة العدة وبقوا مع بعض ما في مشكلة خلاص بأيو يعني هلأ كيف مثلا واحد لو يقعد مع موظفة في دائرة وما في بيناتهم أي عقد سوى أنهما شركاء في الوظيفة شركاء في العمل فمدام هن مراعيين الضوابط الشرعية مراعيين الحدود الشرعية ما في تجاوز الأحكام الشرعية التي تحكم هذه العلاقة خير إن شاء الله أما نعم لما بده يكون في عدم إمكانية لضبط العلاقة بحيث أنه يعلم كل منهما أنه سيقع في المعصية في الحرام بشكل أو بآخر طبيعي لا يجوز نعم معي تسال تظلوا صباح الخير يا حج حسين صباح النور حج أبو محمد الخير يا شيخنا يا أهلا وسهلا صباحكم الله بالفاج أنا هذا اللي عم يقول عن اللبان العلبي يعني ام أنا لما كان أنا اليوم عمر تسعين سنة وشوية لما كان عمر جاء أربع خمسة سنة نروح على الدكاني بننا نجيب أي شغلية يحط لحط الأشياء السكر أو الرز أو أي شيء بالمزان وبعدين يحطها بالكيس يعني هلا كانت قولي يحطهم بالمزان بدون كيس يا أبو محمد خربة الجنة اليوم ماشي يا محمد أهلا وسهلا فيك شكرا إلاك عم يقول إذا أنا بدي وكما فتوى سمح سيد فضل الله رضا الله تعالى عليه أستطيع أن أقرأ بعض آيات من سورة لو بدأت أنا من نصف السورة وأخذت بعض الآيات هل علي أن أبسمل أم لا البسمة لحينئذن ليست شرطا ما بتعود شرطا إلا إذا أتى بها بقصد التبرك إن في جيبها وفي ما يجيبها بها كامل لأنه نحن لأنه هي جزء من السورة فبالتالي لما بدك تجيب أنت سورة كاملة ما بصير تجيبها بدون البسمة لأنه لا يصدق أنك أتيت بسورة كاملة أما لما أنت ما بدك تجيب سورة كاملة فيمكن أن تأتي بالبسمة ويمكن أن لا تأتي بها حتى لو بدأت من بداية السورة فيمكن أن تبدأها بالبسمة ويمكن أن لا تبدأها بالبسمة يعني مثلا لو أنا ما بدي أقرأ سورة التوحيد كلها قل هو الله أحد الله الصمد بس هون فيني يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد وفيني مباشرة قل هو الله أحد الله الصمد لأنه يصدق أني أتيت بشيء من القرآن أما نعم عند من يرى وجوب سورة كاملة فلا بد من البسملة لأنه إذا لم نأتي بالبسملة إذن لم نأتي بسورة كاملة طبعا إلا سورة براءة لأنه ليس فيها بسملة أصلا نحن أختين في البيت الوالدة بعد شقفة أرض وقسمتها علينا أختي الثانية مسافرة سألت عن حصتها قالت لا أنا ما بدي خديها أنت حصتي الأم سألت أنه بعدت لأ أختك حصتها قالت لا إيه أنه بعدت لها بس هي بالواقع هي سامحتها لأختها بحصتها فبيمشي لحال هيك أنه هلأ طبعا هون أول شي هذا مدم أن صاحب المال وزع ماله وهو في حال الحياة نعم هذا ما في أي إشكال نعم بيبقى الأختين اللي صار التصالح فيما بينهما فلما هي تواصلت مع أختها وقالت لها أنه إليك حصة كذا قالت لها لا أخديها أنت ماش فبيمشي لها هي تنازلت عن حقها بعدتن ما بعدتن ما بقى إليك عليها بالموضوع حتى مجرد أنها تواصلت معها يعني ليش عم تتواصل معها غير مشان تعطيها إياها إيه بس إذا الأم سألت مثلا حتى لو سألت الأم إيه لأنه يصدق أنه هي تواصلت مع أختها وأختها تنازلت هلأ قد يقال أنها كذبت لما قالت إيه بعتت لها إياها وما قالت لأنه سامحتني فهون إذا بدنا نفترض أنها مأثومة في هذا الإخبار كونها أخبرت كذبا بأنها أرسلت الحصة لأختها ولم تقل بأن أختها سامحتها فقد نقول أنه هي كذبت في هذا المقدار فقد عليها أن تستغفر ولكن لا يؤثر على صحة المعاملة المعاملة صحيحة المعاملة صحيحة ممكن هي كنت حيث بحسابات مثلا إذا قلت لها أنا سامحتني أعطيت فلان حقه قلت لك إيه بس أنا ما كنت أعطي لأنه قال لي مبدية الله يسامحك أنا ما قلت لك أنه والله سامحني قلت لك أعطيته هلأ يمكن كون أنا هون كذبت عليك بهالإخبارية فأنا في علي إثم إثم الكذب بس أما أصل صحة التملك يصح لأنه صاحب الحق تنازل عن حقه لي نعم وأنت بعد ما أعطيت ووزعت ما قالك تتدخل بأنه يسامح أو ما يسامح بتقول فقدت ابني في عز شبابه والحمد لله أنا صابرة على هذا الابتلاء ولكن أحيانا عندما أرى بعض أغراضه أو ثيابه أنهار يعني تبدأ بالبكاء أو ولكن بدي وقت لأرجع لطبيعتي هل في ذلك إثم عليك فهذا أمن الطبيعي عند البشر يعني الناس وخصوصي لما بيكون الفقيد شاب في مقر علينا أن نصبر وهذا ما دعان إليه الله سبحانه وتعالى بقوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون وعن علي عليه السلام أنه كان يعزي رجلا بولده فقد ولده وكان الإمام يعزيه فكان ما قال له إن صبرت جرى قضاء الله وأنت مأجور وإن جزعت جرى قضاء الله وأنت مأزور يعني علينا أن نعي هذه الحقيقة أن قضاء الله وقدر الله جار على كل حال رضينا وصبرنا أم لم نصبر وجزعنا فأيهما أحسن أن أرضى وأصبر وأنا للأجر والتواب على مصابي هذا أو أن أجزع فأكون خاسر من ناحيتين لا بيقولولا أحيانا أنه بيقولوا ما تبكي لأنه بيجي شيء أصعب من هاكي يعني إذا هي مثلا صاحبت العلاقة صاحبت الحزن أنه بكيت بيجيها شيء أكبر من هذا اللي شيء المرأة هلا هذه كمان معنى ثاني يعني مرة أنا بيجي أنا خسرت هذا الشيء أو هذا الشخص نعم طيب إذا صبرت الله بعوضني هذه الخسارة أجر ثواب وإذا ما بدي أصبر وبيدي أجزع أنا بخسر نعم مضاعف طيب خسرت نفس الشخص وكمان عم يجيني عقوبة على هذا الجزع نعم هلأ الجزع اتنين اتنين في شغلة مثل ما عم بيقولوا لها أنه يمكن يصيبك شيء أهم يعني نحن بعدنا بالدنيا هلأ يمكن هاي مصيبة مش مصيبة مش أنا ما أنا مصيبة لا مصيبة وقد تكون مصيبة كبيرة بس مين بيضمن أنه ما ننصاب بمصيبة أشد وأكبر بعد بس مش نفس البكاء هو الذي يستجره المصيبة الكبرى لا لا مش هو لا هو المقصود أنه أنت أنت أيها الإنسان ما دمت في الدنيا فإذا أنت معرض للنصائب صحيح والابتلاءات نعم فاليوم أصبت بهذه المصيبة يمكن بكرة تصيبك مصيبة أشد وأعظم وطبيعي ممكن حتى الصابر ممكن يصيبه كمان الصابر وغير الصابر ممكن فلذلك شو يعني ما قادر تغير أنت طبيعة الحياة ما قادر تغير سنن الكون نعم فتحمل واصبر وسلم أمرك إلى الله واحتسب ذلك عند الله لأن قضاء الله جار على كل حال صبرنا أم لم نصبر انهرنا أم لم ننهر قضاء الله سيجري سيجري فليش ما من خلي قضاء الله يجري ونحن صابرين ومحتسبين ذلك عند الله وطالبين العوض من الله سبحانه وتعالى فبتهون علينا ساعة المصيبات نعم بتقول امرأة وضعت أغراض افتياب وأدوات تجميلة عند بنت كان أبوها يريد أن يتزوجها وتوفيها والمرأة تهمت البنت أنها سرقتهم ولكن البنت ملتزمة ولا تفعل شيء من هذا القبيل وكلما تبعت لها بأغراضها لعند صديقتها لأنها زعبتها من بيتها تقول إنهم ليسوا لها وترميهم على المزبلة فخافت البنت أن ترمي البقين بزبلة إلى آخره هل فيها تعطيهم للمحتاجين يعني هني أغراض مين يعني أنا ما كثير فهمت السؤال امرأة عطت أغراض يعني بنت الأب اللي كان بده يتزوج البنت التانية رجل كبير رجل عنده بنت بده يتزوج وحدي بده يتزوج هاي دي بنته حطت أغراض وأدوات تجميلة عند هاي العروس وتوفى بيها وتهمتها إنه أخدت أو سرقت الغراض يعني ظاهر إنه هي بتبعت لأغراض تقول لا لا أنت أخدي منهم شيء تكي عمي هاو اغراضيك بس هالآد لا بعت في شيء غيره فيسوى إنه وقت كل ما بعتت لهم إياه بعتوا بعتوها الغراض بعتوا الغراض بتكبهم بتكبهم نقول لأ مش هاو اغراضي هلأ هون ها وضحت الفكرة أنا ما شغلتي أنا في اغراض عندي أنا ما اعتبرون إلك أنا ما اعتبرون إلك نعم ومش ملكي هنه فأنا بيجي ببعت لك يوم بقول لك هاو اغراضك أنت بتقول لي لأ هاو مش اغراضي وبتكبهم وما بتقبل تستلمون أنا ما إلي شغل فيك وما فيني أنا بتصرف بالباقي الذي أعتبره ملكك ما فيني أتصرف فيه وأتصدق فيه أو وزعه لمجرد أنك أنت أحيانا عم تتصرف بهذه الطريقة أنا ما دام أعتقد بأن هذا ملك لك فعلي أن أرده إليك إذا ما استلم ما استلمت شيء تاني صار هو هاك عم يصير هلا إذا بقي يعني ألقاه وصار بثابة الأعراض عنه يعني هو معرض عنه بساعة ممكن تتصرف فيهون بأي نحو من أنحاء التصرف أما ابتداءا بالنسبة للباقي لأنه يمكن الباقي يقبلهم نعم يمكن الباقي إذا أخذت له إياهون يقول إيه مزبوط هو إلي شو بعرفني طيب بخصوص أنه هيدا عم تقول أنه بالنسبة للسؤال اللي اتطلقت بكندا إنه هيدا بيت يعني اللي فايت فايت واللي ظاهر ظاهر وهيدا رجل أجنبي كيف بدوا يسكن معها عم نقول أفرض الآن مثل هول السكن الجامعي وغيره هن الطلاب والطالبات ما في أي ارتباط بين بعضهم بس يسكنوا أحيانا بشقة هيدا عنده غرفي وهيدا عنده غرفي وكذا إذا استطاعوا أن يتشاركوا هذا المكان من دون أن يحصل أي خلل بالضوابط الشرعية فبها ونعمة ما في مشكلة هلا وإن كان الأفضل عدم الاشتراك يعني بس عم نفترض أنه هذا البيت حكما إلي وإلك يا أخي لا أنا فيني طلعك منه ولا أنت فيك تطلعني منه صحيح ومضطرين أنا وإياك نبقى بهذا البيت فبدنا صيغة لنبقى فإذا قادرين نوجد صيغة نحافظ فيها على الحدود الشرعية التي تحكم علاقة الأجنبي بالأجنبية فخير إن شاء الله نبقى بهالبيت أنا وإياك أنت بتشغل جزء من البيت بدون ما تأثر علي وتضايقني شرعا وأنا بشغل جزء من البيت بدون ما أثر عليك وضايقك شرعا فإذا استطعنا أن نوجد مثل هذه الصيغة ونحافظ على العلقة الشرعية خير إن شاء الله أما إذا ما في مجال سنقع في الحرام سنقع في الحرام لابد لأي واحد من أثناء يغادر يترك طبعا ما في مجال نحن نعتذر شديد الاعتذار من أخواننا وأخواتنا اللي بعد إلهم أسئلة معنا اليوم ما قدرنا نجاوبهم إن شاء الله غدا نطرح للأسئلة إذا أسعفنا إذا أسعفنا الوقت واستطعنا طرح للأسئلة كلها إلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم نلتقي إن شاء الله غدا نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة